بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم بإذن الله رح نبدأ في آخر وحدة في المستوى الثاني يونت 14 رح نبدأ فيها آخر حاجة في المنهج خلاص شدوا حيلكم ما باي حاجة على اختبارات إن شاء الله اختباراتكم كلها تكون سهلة القاعدة في هذه اليونت جدا سهلة بتتكلم عن الفيوتشر اللي هو المستقبل ورح نتكلم فيها على ثلاث أشياء أول حاجة رح نبدأ فيها اللي هي بي قوينك تو معنى بي هنا يعني رح تكون إز أو آر أو آم على حسب الضمير اللي رح ييجي قبلها تمام؟ إذن البي هنا رح يكون إز أو آر أو آم وبعدين قوينك تو بعد تو رح ييجي فعل والفعل يكون صيغة الأصلية المضارعة بدون أي إضافات طيب إيش يعني بي قوينك تو؟ يعني أنا أستخدمها لما أجي أتكلم عن حاجة في المستقبل أو لما أتكلم عن خطط مستقبلية يعني أنا والله أحب دع جامعة سنة الجاية أو أنا بروح باريس الأسبوع الجاي تمام؟ فهذا أنا خطة حطيتها في بالي خطة مستقبلية وأنا حابة أتكلم عنها نيجي عند أمثلة I الضمير المساعد اللي ييجي معاه اللي هي I am going to I am going to بعدين الفعل بدون أي إضافات اللي هو starts I am going to start University next year أنا رايح عشان أبدأ الجامعة السنة القادمة تمام؟ طيب ناخد جملة ثانية she ييجي مع she is she is going to she is going to بعدين الفعل بدون أي إضافات to stay in China next week هي رايحة عشان تجلس في الصين الأسبوع القادم هي رايحة عشان تجلس في الصين الأسبوع القادم طيب إذن هذه أول حاجة أو أول جزء رح نتكلم عنه اللي هي أول كلمة اللي هي be going to نستقدمها لما نتكلم عن خطط مستقبلية ثاني حاجة be hoping to معنى be هنا نفس الحاجة إما رح يكون is أو are أو am على حسب الضمير اللي رح ييجي في البداية hoping to وبعدين الفعل بصيغة الأصلية المضارعة بدون أي إضافات معنى هذه الجملة be hoping to لما أتكلم عن أمنيات في المستقبل عن أمنية نفس التير الأسبوع الجاي أو أمنية نفس التير السنة الجاية تمام؟ مثال I الضمير اللي ييجي معاها am I am hoping to بعدين الفعل بالمضارع بصيغة الأصلية go I am hoping to go to university next week أنا نفسي أروح الجامعة السنة الجاية وأنا أتمنى الذهاب إلى الجامعة السنة القادمة ناخد جملة تانية they تيجي مع they are they are hoping to الفعل بدون أي إضافات move to another country هما يتمنوا إنهم ينتقلوا إلى مدينة أخرى هما يتمنوا إنهم ينتقلوا إلى مدينة أخرى إذن هادي ثاني كلمة رح نتكلم عنها أو تكلمنا عنها اللي هي be hoping to be hoping to be going to آخر حاجة رح نتكلم عنها اللي هي would like to would like to تمام؟ بعد to الفعل ييجي من غير أي إضافات ييجي بصيغة الأصلية المضارعة نستخدمها لما نتكلم عن حاجة اللي إحنا نحتاجها في المستقبل أو إحنا نبغاها في المستقبل طيب مثال عليها طبعا would like تيجي مع كل الضمائر يعني تيجي مع he she it I you we they تمام؟ ما رح نضيف ضمائر مساعدة أبدا تمام؟ هنا مثلا I would الفاصلة ودي اختصار كلمة would تمام؟ I would like to بعد أن الفعل بدون أي إضافات بصيغة الأصلية I would like to stay in China for another week أنا نفسي أن أنا أجلس في الصين لأسبوع آخر إنت في الصين وإنت حابب أنك أنت تمدد مدة زيارتك تجلس لأسبوع آخر فأنا والله حابب أن أنا أجلس في الصين لأسبوع قادم أو لأسبوع آخر I would like to stay in China for another week طيب جملة ثانية she would like to study in China هي تريد أنها تدرس في الصين she would like to بعدها نستادي الفعل بدون أي إضافات in China she would like to study in China هي تريد أن تدرس في الصين إذن كده أخذنا الثلاث أشياء اللي نستخدمها في المضارع اللي هي be going to be hoping to would like to إن شاء الله يكون الدرس سهل وإذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار أكيد تقدر تسألوني رابط السنة التحضيرية رح يكون في البايو وطمنوني عن اختباراتكم كيف راح تكون إن شاء الله تكون سهلة ورب يوفقكم فيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته